اشتركوا في القناة الظاهر القبيحة التي تنشأ في اي مجتمعات انسانية والتي نشأت بالمناسبة في المجتمع الاسلامي الاول ظاهر او ظاهرة قبيحة شديدة القبح ربما ينفر منها كل الناس ولو اتهم اي شخص بها سيغضب ويحزن ويرفض مثل هذا الاتهام تلكم هي ظاهرة النفاق ظاهرة قبيحة لأناس قبيحين شديدين القبح يظهرون ما لا يضمرون يظهرون الاسلام ويضمرون الكفر والمعصية يظهرون انهم مع المسلمين واحنا من اوائل الناس اللي اسلموا وفي حقيقتهم هم كفار ما امنوا بالاسلام ولكن حرصا على مصالحهم ورغبة في الكيد للاسلام من داخله او خوفا من سطوة المسلمين اظهروا الاسلام جبنا وكذبا وزورا وبهتانا بالتأكيد لو انت اليوم تقول لواحد انت منافق كأنك بتسبه بالتأكيد هي مسبة وشتيمة ومنقصة ان يوصف الانسان بهذه الصفة القبيحة النبي صلى الله عليه وسلم واجه هذه الظاهرة القبيحة بجملة من الاجراءات وجملة من التوجيهات والقواعد والمبادئ والضوابط التي حصنت الجسد الاسلامي الحقيقي النظيف الشريف المستقيم حصنته من هذه الظاهرة القبيحة من اهم المبادئ والقواعد اللي اتبعها النبي صلى الله عليه وسلم وارسى قواعدها واسسها لمواجهة ظاهرة النفاق ما يمكن ان نسميه عزل المنافقين عزل هذه الظاهرة مثل ما انت تيجي على صندوق فاكهة وفي حب خربانة فمباشرة بتعزلها ترفعها تفصل ما بينها وبين الحبات السليمة حتى لا تعديها لانه ظاهرة النفاق عدوى وباء وباء يمكن ان يعدي كل اركان واجزاء المجتمع اول ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم او من اوائل ما فعله انه عزل المنافقين عزل ظاهرة النفاق عزلهم عن المسلمين او اقام عازلا معنويا بينهم وبين المسلمين عزل معنو طبعا العزل الجسدي او العزل الفيزيائي لم يكن متيسرا لانه من اهل المدينة من سكان المجتمع انت لا تستطيع ان تقيم جدارا ماديا او خرسانيا بين المنافقين وغير المنافقين والمؤمنين ابدا اذا العزل هنا او العزل او الفصل هو فصل معنو فصل سلوكي فصل شعوري بين المنافقين بكل ما فيهم من صفات قبيحة ذميمة وبين بقية المجتمع الذي يريد الاسلام له ان يكون مجتمعا نظيفا مستقيما طاهرا قويا متماسكا من وسائل النبي صلى الله عليه وسلم في عزل المنافقين شعوريا عن المسلمين انه وجه المسلمين بتوجيه نبوي يقول لا تقول للمنافق سيد ما تقولوش واحد معروف بالنفاق او بالانحراف لا تقول السيد فلان ما تقول السيد فلان بيستهلش فانه ان يك سيدا فيكم تغضبون ربكم اذا المنافق سيد في المجتمع قول قول على المجتمع السلام اقرأ على المجتمع او كبر على المجتمع اربع تكبرات اقرأ وصلي عليه صلاة الجنازة صلاة الميت اذا المنافق سيد اذا المجتمع كله خربات طيب اول شيء اللفظ ممنوع تقول للمنافق يا سيد فلان مش سيد واذا كان المنافق سيدا الله تبارك وتعالى يغضب على هذا المجتمع ويغضب عليك لا قدر الله اذا هذا اول فصل شعوري في النظرة للمنافق نظرة المسلم والمؤمن الى المنافق نظرة تحقير نظرة احتقار وتصغير لانه بالفعل هو يستاهل انه يكون حقير او محقر ومصغر ومذموم ومنبود ومعزول ولا يمكن ان يكون سيدا المنافق الذي يضمر الشر ويظهر الخير المنافق الذي وصف النبي صلى الله عليه وسلم لنا كثيرا من صفاتهم من اجل ان نتجنبها نحن في سلوكنا ومن اجل ان نعرف اصحابها فنعتزلهم ونفصل ما بيننا وبينهم العزلة الشعورية العزلة المعنوية عدم الاحترام للمنافق حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى بعض المنافقين يجلسون في المسجد النبوي في مسجده صلى الله عليه وسلم وقد وضعوا رؤوسهم في رؤوس بعضهم يتسارون يسروا بعضهم الى بعض طيب المنافقين اللي بكره الاسلام لما بدهم يجلسوا مع بعض ويتآمروا بدهم يتآمروا لايش بالتأكيد رح يتآمروا ضد الاسلام فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ايضا نوع من التحقير الهم ماذا فعل امر بهم فاخرجوا من المسجد اخراجا عنيفا عزلة شعورية عزل لهم عن مجالس المسلمين حتى لا يفسدوها تجليت صفاتهم حتى ننقي مجتمعنا وحياتنا من هذه الظاهرة الذميمة القبيحة ظاهرة النفاق نسأل الله ان يعيذنا من النفاق ومن الشقاق ومن سيء الاخلاق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة